محمد العربي المناورات كانت من كل أطراف لما قلت لك أنه هناك أيضا الدولة العميغة كانت تشتغل لأيام قبل الجمعة كان هناك اللقاء تدخل القائد السابق للاستخبارات الجزائرية الفريق مديين محمد مديين التوفيق وطلب من زروال أنه يدخل بصفة معينة وزروال رفض ذلك طبعا إحنا كنا فندنا انتقال زروال إلى زيرالدة وهذا الاجتماع المشغول فعلا وسط المعلومات المغربية أنه زروال لا يمكن أن يجتمع مع هؤلاء وفي زيرالدة كنا قد أخبرنا بأنه كان هناك اجتماع في موريتي يعني بيت زروال جليه الفريق توفيق وأيضا ناور معه يعني المناورات هناك من يقول مدام الغير أيام سابقة كانت مناورات من رئيس جهاز الدياراس السابق مع سعيد بوتفليقة وجماعة يعني ما الذي يمنع أن تصمر هذه المناورات في النهاية لن تتوقف لكن اسمح لي قبل أن أجيب أرد التحية للضيفين الكريمين لن تتوقف هم لا تنسى أن هذا النظام مرة أخرى أذكر بمقولة لأيوسف بن خدف 62 حينما ذهب له العقيد عقيد الثورة البطل محمد السعيد يقول له أخ بن يوسف نواجه جيش الحدود أي جماعة وجدة فيقول له بمرارة شديدة كيف تستطعني أن أواجه جيش الحدود وهو مدعوم من طرف المغرب الحسن الثاني يومها وعبد الناصر مصر عبد الناصر وديجول القوى الثلاثة خاصة عبد الناصر اللي كان في خصومة علنية مع الفرنسيين وإلى حد ما مع الحسن الثاني التقوا في ثلاثتهم على صناعة طغمة عسكرية هذه طغمة العسكرية هي لفتحة البلد لكن مقارنة بما جاء من بعد تعتبر تعتبر لو كانجون قارنو يعني تلك الفترة مقارنة بجام بعد يعتبروا ملائكة مع الشياطين لجوا من 92 الحراف بدأ صغيرا ولكن مع 92 تحول إلى كارثة هنا بدأت ما أسميته بالدولة أنت العميقة أنا ما زلت أصر على أنها دولة عبيطة وعنيفة لأن أنت في 92 أدخلوا البلاد في جحيم حقيقي هؤلاء الذين أدخلوا البلاد في جحيم حقيقي ثم جاءوا ببوتفليقة على ظهر دبابة وأرادوا أن يقنعون به وعدلوا للدستور عدة مرات حتى أصبح من شفع هؤلاء لن يقبلوا ولن يسمحوا أن يخرجوا النفوذ من أيديهم السلطان الأموال العلاقات الخارجية وأن يخرج هذا الشعب ليصبح شعب وليس غاشي كما كانوا يسموه وأن يصبح صاحب الأمر لن يقبلوا ذلك الآن في هذه اللحظات التي نتحدث فيه ولذلك نتفهم تخوف الضيفين نعم هناك هناك منورات شديدة هناك محاولات للالتفاف هناك محاولات لضرب لتقسيم الناس حاولوها من قبل الحمد لله الناس ثبتت وثبت الشعب الجزائري هو الذي أدى إلى تشققهم لا تنسى أن الجيد صالح كان حتى 18 مارس كان يقول قبلها كانت عنده تصريحات أن هؤلاء مغرر بهم وأن الذين يدعون إلى التغيير الأوضاع وإسقاط هذه العصابة محرضين الآن هو يعترف أنها إصابة لكن أنا عندي رأي في الموضوع هذا وهو يجب أن نعطي قليل من الوقت لجنرالات الجيش طبعا أنت تعرف موقفي وكثيرين من الإخوان اللي تابعوا يعرفون موقفي ولعل كنت من أشرس معارضين للجنرالات وكثيرين أحيانا كانوا يألمونني ذلك من أني راديكالي جدا في المعارضة لماذا تعطيهم الوقت؟ نعطيهم الوقت أهل لا أعطيك سؤال بسيط هل مدام عندهم السلطة هل القايد صالح لا عندهم الآن أو جماعته لا عندهم القدرة أن يذهب ويزيحوا بدوي ويزيحوا بن صالح ويزيحهم كل هذو يتليفون يقولون يذهب للدار يذهب هم يقدروا السؤال لماذا عملية ربح الوقت لماذا لم يذهب لحد الآن إلى مسارة العادية للانتقال الديمقراطي سبع أسابية لثلاث أسباب السبب الأول أنهم في لحظة معينة ونتيجة الاصدام لواقع بين الأجنحة انفصل الجنرالات عن العصاب اللي هما سموها العصاب وكان واضح أن الصراح هو قيد الأركان من جهة والمخابرات والرئاسة من جهة سقطت الرئاسة والمخابرات وأصبحوا عصابات والآن بعضهم معتقل وربما البقية سيعتقلون هذا بالنسبة إلينا كشعب جزائري هذا مهم جدا أصنع عصابة كبرى كانت لمدة طويلة جدا تعبث بالبلاد تنهى بالبلاد تدمر البلاد وكانوا ماضين لعهداء خامسة عندما قدرنا نفصلوا بيناتهم بينما كانوا هم اللي كانوا يريدون فصلنا عرب وقبائل علمانيين وإسلاميين وانت تعرف كل هذه الأشياء فهذا حققنا شيء الآن منذ يعني الموضوع يوم 26 أعلنوا المدى 102 يوم 30 يوم 31 أو 1 يوم سبت أعلنوا على أن هناك لقاءات وقايد صالح وبيانوا لهاجم فيه توفيق وقناة الشروق التي أصبحت ناطقة الآن باسم قايد صالح قالت أن حتى الفرنسيين حضروا اليوم الموالي بوتفليقة سعيد يصدر أن بوتفليقة سيغادر قبل 28 ولكن قرارات سيتخذها وفعلا انتخذ قرار بالإيطاحة بقايد صالح هذه حقيقة لكن لم يجد أينما في أي مكان أن ينشره لأنه كان كله محاصر رد عليه القايد صالح بالإيطاحة به وبيوصفوا منهم عصابات وشن عليهم هجوم عنيف الآن نحن نتكلم على بضعة أيام لماذا أنا قلت نعطوهم شيء الوقت اللي نتكلم عنه هنا هو يومين أو ثلاثة موش كمارهم يريدون البعض أسابيع أو أشهر أنا أتحدث من هنا إلى يوم الثلاثة مساء من هنا إلى الثلاثة مساء خلينا نكمل نقول لك معتقل معتقلين متحفظ عليهم لأنه هذا من أقطاب العصاب وهم وحوالي 150 شخص من رؤوس العصاب إذا مش نهومش متحفظ عليهم في حجز في انتظار القضاء العادل فنحن نقول أن هناك تلاعب وحينها يكون لنا خطاب آخر طيب حتى قضية هذه الاعتقالات فيها كلام كثير من يعتقل من ومن يحاسب من عن قضايا الفساد بدأ تشعير أي دولة الآن نتقوم بها للمحاكمات نحن نسبة لنا أمور واضح الآن جاء قائد الجيش وقال هناك عصابة حاكمة البلاد بطريقة بشعة ونهبوا الأموال وكل هذه الأشياء نقول له هذه الأقوال لا تستقيم إذا لم تتبعها أفعال ما هي الأفعال رؤوس العصابة نحن لن نتكلم عن عدد كبير هم يتعرفون ما بين 150 إلى 1000 فقط من أكثر من 40 مليون وهو المشكلة يا سلام أنه فيها ناس حتى اللي كان نحكيه فقط بالشيء لا يتكتبوا الجرائد نعم فيها ناس حتى من الأقارب متاعه وهو أيضا متهم بالفزاد الأمر معقد معقد شوية دقوا نفصل فيه درجة أنا شوف أنا أنا ميز ورؤوس العصابة فيه فرق ما بين إذا تخلنا للعصابات كلها ربما نصل إلى 10 ألف شخص لكن رؤوس العصابة رهي محدودة أنا أفرق ما بين جنات الجيش اليوم والعصابة المدنية شوفوا جماعة باش نكونوا واقعيين نحتاج لهؤلاء الجنات الذين جابوا هذه العصابات اتدام 92 وخاصة 99 نحتاجوا أن يقوموا بتنظيف هذه العصابات ما عندكش إمكانيات أخرى لتنظيف هذه العصابات إلا أن جزء منهم الجنيرالات يقوم بتنظيف مدني وفيما بعد يسلم الجنيرالات الأمر إلى الشعب وينسحبون إلى ثكاناتهم طيب